ومن القدس أحمد بوديري مراسل الغد معنا الآن أحمد يعني ماذا عن تفاصيل هذه الأزمة هل تم حلها بشكل كامل أم فقط حلت التبرعات جزء من هذه الأزمة قبل قليل اتهى الاجتماع الذي انتظر لأكثر من تسعة عشر يوما بين وزير المالية ووزيرة الصحة من جهة وبين مدير مستشفى المطلع الدكتور مريد نمور وتم الإعلان عن انتهاء الأزمة والقيام بالتحويلات المالية اللازمة والتي قال مدير مستشفى بأنها سوف تكون كافية لبدء العمل غدا بإعطاء الجرعات الأولى الخاصة بأدوة مرضى السرطان الحملة التي بدأت حقيقة منذ ذاك الوقت ولغاية الآن كان هناك الحديث أو العديد من الضغوط التي مورست من هنا وهناك وذلك لدفع الطرفين للجلوس معا وهذه للمرة الأولى منذ بداية الأزمة الضغوط الشعبية الضغوط الإنسانية التي ظهرت هنا في مستشفى المطلع عندما قام مجموعة من النسوة بجمع ربع مليون دولار في يوم واحد لابد الإشارة أيضا بأن الحل الذي يتم الحديث عنه ليس حلا جزئيا وإنما هي ديمومة لإرسال الأموال المطلوبة من قبل المستشفيات الفلسطينية كافة وليس فقط مستشفى المطلع من قبل السلطة الفلسطينية التي عمليا عليها ديون طائلة على المستشفيات الفلسطينية الأزمة مستمرة من باب بأن كل التحويلات الطبية إلى المستشفى الإسرائيل الآن يتم تحويل إلى المستشفى الفلسطينية السلطة الفلسطينية لم تكن تقوم بدفع الدفعات التي وجب عليها أن تدفعها من في خمسة أشهر ونالك تراكم للديون المهم في الموضوع هو المرضى وحقيقة المرضى الآن الذي رأيتهم قبل قليل في الداخل المستشفى المطلع كانوا فريحين جدا كانوا سعداء جدا للمرة الأولى يتم السماع مثل هكذا أخبار جميلة هنا في داخل المستشفى المطلع الذي كان في حالة ليس من البؤس ولكن من الحزن الشديد لأن لا الأطباء ولا الممرضين ولا المرضى عندهم ذاك الدواء الذي يمكن أن ينقف حياة أولئك المرضى الآن الأزمة غدا صباحا كما قيل بأنها سوف تبدأ الجرعات الأولى سوف أيضا ننتظر كما تقول إدارة المستشفى صدقية التحويلات المالية من قبل السلطة الفلسطينية ولكن يبدو بأن الوعود التي قطعتها وزارة المالية وأيضا وزارة الصحة التي سوف تبدأ بوصول هذه الأموال غدا وهناك دفع أولى سوف تبدأ في بداية الأسبوع القادم إذن أحمد دابوديري مراسل الغد من القدس شكرا لك ترجمة نانسي قنقر